بهذا المخبر بمعهد باستور يتم الكشف عن السلالات المتحورة لفيروس كورونا المنتشرة بالجزائر هي سلالات تنتمي جميعها لنفس الفيروس غير أن سرعة انتشارها ودرجة خطورتها تختلف من واحدة لأخرى خبراء معهد باستور يحضرون من خطر انتشار السلالة دلتا والمعروفة بالسلالة الهندية والتي ارتفع عدد حالات الإصابة بها في الأسابيع الأخيرة الخطر تلك السلالة الهندية خاصة هي سلالة سريعة الانتشار عندما نقرناها بالسلالة ألفا هذه السلالة البريطانية إذا كانت واحد من بيرسون أنفكتي عنده المرض الفاكونطاميني يعدي زوجه لثلاثة من الناس هذه السلالة الهندية شخص واحد يقدر يعدي ثمانية من العباد دوزية من الخطورة تلك السلالة الهندية هي السلالة عندما تدخل عند الإنسان ستتكاثر بسرعة يعني الإنسان سيكون يماريذ في أقصر مدة إذا كانت مدة الحضانة هي ستة يام سبع يام أو ستتكاثر باعتشين يوم مع السلالة ألف هذه الهندية ستختصر المدات ستولي خمس يام ربع يام إذا استمر الوضع الحالي بالوتيرة المتصاعدة للإصابات فإن المختصين متخوفون من أن تصبح السلالة دلتا هي السلالة السائدة في الجزائر ولأجل تفادي هذا السيناريو يتوجب على الجميع التحلي بروح مسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية اشتركوا في القناة